سامي منذ أسبوع تقريبا لم تخرق قواعد الاشتباك هنا في المنطقة الجنوبية الجبهة الجنوبية الحدودية ولكن ما تتسم به العمليات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية هي عنف هذه الغارات عنف هذه الاستهدفات هناك أنماط إسرائيلية منذ أكثر من أسبوع غارات عنيفة على عدد من البلدات خصوصا في منطقة وادي الاسلوقي قبل نحو ثلاثة أيام أو أربعة أيام عندما استهدف هذا الوادي بغارات متزامن مع قصف مدفعي أكثر من عشرين غارة اليوم أيضا في بلدة راميا ومحيط بلدة راميا عيت الشعب وجبل بلاط أكثر من أحد عشر غارة تم رصدها وأحصاؤها في تلك المنطقة في محيط هذه المنطقة التي تتسم بمنطقة حرجية بالقرب من الحدود إضافة إلى غارات أخرى على بلدات لبنانية حدودية أخرى تتسم هذه الأنماط الإسرائيلية بكثافة الغارات والمسيرات التي تطلق صواريخ على منازل وعلى أطراف البلدات لم يعلن حزب الله حتى الآن عن أي عملية عن تنفيذ أي عملية ولكن القصف المدفعي يتركز في المنطقة الشرقية حيث نتواجد سهل مرجعيون كفركلة لعديسي برعشيت أيضا القطاع الغربي حيث النقورة اللبوني عيت الشعب وبلدة راميا إذن تتسم بتصعيد في المنطقة الجنوبية هذه العمليات كل هذا يأتي على وقع القلق المتزايد من إمكانية اتساع رقعة المواجهات والاقتتالات في الجنوب اللبناني أكثر من 82 ألف شخص من النازحين اللبنانيين غادروا هذه المنطقة التي فيها عادة مئات ألاف السكان ولكن 80 ألف شخص وأكثر غادروا هذه المنطقة خوفا من اتساع رقعة الصراع والاقتتال على الجبهة الجنوبية في بيروت هناك اتصالات وزير الخارجية اجتمع مع رئيس مجلس النواب اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني بعد عودته من دافوس كان هناك بيان لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أكد فيه على موقف الحكومة اللبنانية التي تتعرض الاتهام بأنها تتماثل مع موقف حزب الله كل هذا يأتي على وقع الاتصالات الديبلوماسية المستمرة مع بيروت أيضا بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية على الجبهة الجنوبية وهي مقلقة جدا بالنسبة للسكان وأيضا بالنسبة للسلطات اللبنانية سامي شكرا جزيلا لك كنت معنا من مرجعيون جنوبي لبنان مفدنا سلمان العندال